تعتبر أزمة السكن من أبرز القضايا التي تعاني منها البلدات العربية في ظل النقص الحاد والمتفاقم في الأراضي المعدة للبناء بصورة عامة التقارير توضح ارتفاعا كبيرا في أسعار الشقق السكنية والأراضي مقابل تراجع إمكانيات المواطن ارتفاع موجود بكل وقت وبالوقت اللي احنا فيه وقت حرب ووقت ربيوت عالية فوائد عالية بارتفاع كل وقت العكرات مش غادرين نعمل إشي ولا غادرين ننوط الأسعار وبنفس الوقت الناس مش غادرين تشتري عم بيروحوا على الأجرات وعم بيروحوا يقدموا لبيت المشتكين اللي هي من المساعدة من الدولي بس مش الأغلب عماله يفوز ولا الأغلب عماله يأخذ هذا المشتكين فعمال هنا يدور على الأجرات أكتر فالأزواج الشاب اليوم مش عمالها تشتري حول تدريج الأسباب لهذه الأزمة فإن السياسات الحكومية التي تصعب البناء تأتي في المقدمة فشح الأراضي والمسطحات السكنية تعد عاملا أساسيا في الغلاء الذي نراه في حين ازدياد الطلب سياسة الحكومة التراكمية اللي إما فتحت أفق وحلول تخطيطية وتوفير أراضي دولة بأسعار مناسبة وعمليا بتامل نوع من دعم للمقاولين اللي يوفروا سكن في البلدات العربية يعيش المجتمع العربي أزمات عديدة تخنقه بها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أما عن أبعاد أزمة السكن فمنها الهجرة لمدن مختلطة والتي باتت حلا قصريا لا يرغبه المواطنون لكن الأزمات الحالية باتت تدفع بالمجتمع العربي لاختيارات مريرة بحثا عن بعض من الحياة شكرا